بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة جنة الكروشي. ان شاء الله النهاردة هنعمل نموذج الغرزة بسيطة. مكونة من سطرين. ومن مضعفات العدد اتنين. الغرزة دي بتدي شكل على الوش انتفاخ بسيط كده زي غرزة البابل. زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. ومن الغر برضو شكلها مش وحش. شكلها برضو لطيف. ممكن الغرزة دي باستخدمها في عمل بطنية البيبي. سكارف طائية البيبي. انا هنا استخدمتها في عمل عينات هستخدمها في المطبخ. يعني بتعملي بيها مساكة بالطريقة دي. زي ما احنا شايفين. آآ مساكة للحاجات السخنة آآ في المطبخ. وبتعملي لها علاقة كده. وبتعلقيها قدامك آآ بحيس ان تبقى آآ سهلة الاستخدام. ممكن بتستخدميها باي نوع من انواع الخيوط. او بواقع خيوط موجودة عندك. يعني مش هتكلفك كتير. ده لو هتعملي عينات بالطريقة دي. آآ انا هنا الخيط ده على قطنة. آآ عملته على اتنين. عشان تبقى آآ المساكة محملة شوية. آآ ده خيط على اكريلك برضو. آآ ممكن برضو استخدمها. آآ عملت منها العينة دي الخيط ده. الوان كده متدخلة مع بعضها. آآ انا باستخدم آآ بواقع الخيوط اللي عندي. يعني ان مسلا انا هستخدم الخيوط دي. دي بواقع هي موجودة عندي. ده خيط على قطنة. آآ ده الخيط ده استوكات. آآ اسمه باريس. آآ وده برضو خيط آآ استوكات. آآ الادوات اللي هستخدمها آآ بستخدم ابرتين. انا دايما بحب اعمل السلاسل البداية بغرزة آآ بابرة اكبر نص نمرة. عشان يبقى يطلع الشغل بعد كده مرتاح. والغرزة انا هستخدم لها ابرة مقاس آآ تلاتة ونص. نبدأ وحستخدم طبعا مقص وابرة للتنظيف. آآ نبدأ مع بعض ونشوف طريقة عمل الغرزة دي. آآ ونسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وحبدأ آآ آآ الشغل في الغرزة بتاعتي. آآ زي ما قلنا هي من مضافات العدد اتنين. انا هنا حبدأ بابرة مقاس اربعة. آآ في البداية انا بجيب الخيط انا عملاه هنا على اتنين. عشان عايزة آآ الغرزة تبقى محملة شوية. فانا هنا حبدأ غرزة البداية بالطريقة دي. كده هون. هعمل العقدة بتاعتي. وباخد لفة وبطلع كده عملت العقدة بتاعتي. آآ انا هنا هعمل عشرين سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. اتنين. اربعة. ستة. تمانية. عشرة. نتأكد تاني. نعدهم. اتنين. اربعة. ستة. تمانية. عشرة. اتنين. اربعة. ستة. تمانية. عشرين. هاجي هعمل ايه? انا عندي الحلقة اللي على الابرة. هتجهلها. هاجي اول غرزة سلسلة بعد الابرة على طول. هسيبها. وهدخل في اللي مباشرة. وهطلع. اخد لفة على الابرة. واطلع. باتنين حلقة. وهاخد لفة تانية. واطلع بالاتنين مرة واحدة. وبكده اكون عملت غرزة حشو. هكرر الغرزة اللي وراها على طول. او السلسلة اللي وراها. بدخل في الضلع الخلفي كده بالطريقة دي. باخد لفة على الخيط بتاعي. واطلع من الحلقة. بقى عندي اتنين. هاخد لفة. وهطلع بالاتنين مرة واحدة. كده عملت تاني غرزة حشو. التالتة هدخل في الضلع الخلفي للسلسلة. وبسحب الخيط بتاعي. وبطلع بالحلقتين. وباخد لفة على الابرة. وبطلع بالاتنين مرة واحدة. وهرجع تاني اكرر. وهعمل في كل سلسلة هتقابلني غرزة حشو. بالطريقة دي. لغاية لما هخلص عدد السلسل اللي عندي. وبكده هيتبقى عندي. هعمل تسعتاشر غرزة حشو. لان انا فودت واحدة في الاول. وروحت عاملة شغالة في الغرزة اللي وراها على طول. برجع تاني. بدخل. بسحب الخيط وبطلع. وادي كده غرزة حشوة. انا كده عملت تسعتاشر غرزة حشوة. هغير الابرة عشان انا عايزة الغرزة تكون قفولة شوي. انا كده عندي السطر الاول. اهو ده السطر التأسيسي. ما بحسبهوش من قسطر الغرزة بتاعتي. انا هبدأ شغل الغرزة بالسطر التاني على طول. ده يعتبر اول سطر في الغرزة بتاعتي. انا كده عملت اخر غرزة حشو. هرحو اغدى لفة على الابرة. وارتفع عدد سلسلة واحدة. هلف الشغل بالطريقة دي ورا مني. هاخد لفة على الابرة. وحاجي عند. هفوت اول غرزة قديل الحلقة هي. على الابرة. السلسلة اللي وراها هفوتها. هاخد لفة على الابرة. وحدخل في اول غرزة هتقابلني. اللي هي اخر غرزة حشوة من السطر الاول. وباخد لفة على الابرة وبطلع بتلت حلقات بالطريقة دي اهو. هاخد لفةة تانية. وحتلع بالتلات حلقات مرة واحدة. هيكرر. اخد لفة على الابرة. هاجي على السطر الاول. هتجاهل اول سلسلة. هتجاهل السلسلة الوراء على طول. وحدخل في التانية. هروح دخلة تحت ضلعين السلسلة. واخد لفة على الابرة. وأطلع بالتلات حلقات بالطريقة دي واخد لفع الإبرة وهطلع بالتلاتة مرة واحدة وبكده أنا بعمل نص عمود هاخد لفع الإبرة وارجع تاني في نفس المكان اللي عملت فيه نص العمود الأول هارجع وحدخل فيه تاني واخد لفع الإبرة وأطلع بالتلات حلقات واخد لفع تاني وأطلع بيهم مرة واحدة يبقى أنا هنا في السطر الأول بتاع الغرزة هيعتبر أنا بالنسبة للشغل السطر التاني إنما الغرزة ده السطر الأول بعد ما ارتفعت سلسلة عملت نص عمود في أول غرزة حشو فوت واحدة ودخلت في الغرزة اللي وراها عملت اتنين غرزة نص عمود هكرر واخد لفة على الإبرة هفوت الغرزة السلسلة اللي وراها على طول وأخد اللي وراها بعدها هطلع وأعمل غرزة نص عمود وارجع تاني أكرر وفي نفس المكان هدخل وهعمل نص عمود تاني يبقى أنا السطر الأول من الغرزة في غرزة بعمل اتنين نص عمود بفوت واحدة اللي وراها بعمل اتنين نص عمود هرجع تاني هكرر أخد لفة على الإبرة وحتجاهل غرزة من السطر الأول أهيه وادخل في اللي وراها وهعمل غرزة نص عمود هاكد تاني لفة على الإبرة وفي نفس المكان هدخل وأطلع بلفة وأعمل غرزة نص عمود وهستمر بالطريقة دي بفوت واحدة وبرجع في اللي وراها بعمل اتنين نص عمود في نفس المكان أخد لفة وبفوت واحدة وبدخل في اللي وراها وبعمل اتنين غرزة نص عمود الغرزة دي عايز أقول لكم اسمها البي بيري أو السمرت التوت ليه؟ لأن هي بتديني شكل منتفخ زي ما احنا شايفين كده هو شكل منتفخ بسيط ولما بيبقى الخيط على اتنين بتدي الشكل بيبقى واضح أكتر والظهر زي ما احنا شايفين بالطريقة دي فدي الغرزة اسمها البي بيري أو غرزة سمرت التوت باخد لفة على الإبرة أرجع تاني للشغل بتاعي بفوت سلسلة وبدخل في التانية وبعمل نص عمود أخد لفة وارجع تاني في نفس المكان وأعمل غرزة نص عمود تاني وهكذا لما بنتهي من السطر بتاعي يبقى ده السطر الأول من شغلي للغرزة أنا كده في الآخر أهو فاضل عندي غرزتين هفوت واحدة وحدخل في الغرزة الأخيرة أهي زي ما انتو شايفين كده أهو تحت ضلعين السلسلة أهو وحدخل أسحب الخيط بتاعي وحطلع وحعمل غرزة نص عمود وأرجع تاني أكرر وأعمل نص عمود تاني بعد ما خلصت السطر هرتفع سلسلة وحلف الشغل بتاعي الطريقة دي وأجي عند أول غرزة عندي أول سلسلة مش اللي هي دي بعد الإبرة لا أول غرزة هنا في السطر هدخل فيها وأسحب الخيط بتاعي وحعمل غرزة حشو وحرجع تاني الغرزة اللي وراها هدخل فيها برضو وحعمل غرزة حشو يبقى أنا كده بدأت باتنين غرزة حشو أنا عندي هنا في السطر اللي قابله اتنين غرزة نص عمود باجي في الغرزة في أول غرزة نص عمود بدخل فيها وبسحب الخيط بتاعي وأطلع تمام حرجع تاني مش هشتغل بقى أنا كده عندي حلقتين على الإبرة حاخد لفة على الإبرة وحرجع تاني في نفس المكان اللي هو أول نص عمود هدخل فيه وأطلع أخد لفة من الخيط وأطلع بقى كده عندي أربع حلقات على الإبرة هاخدهم هاخد لفة وأطلع بهم مرة واحدة وحاجي عند النص عمود التاني هدخل فيه وهعمل غرزة حشو يبقى أنا كده قفلت على الغرزة بتاعتي دي أول غرزة البيبيري أو أول غرزة توت أنا عملتها حاجي هكرر هاخد لفة على الإبرة وقادي العمودين أو اتنين نص عمود اللي في السطر الأول بدخل في الأول واخد لفة على الإبرة وبطلع أنا خدت الأول أهو هدخل فيها وهسحب الخيط وهطلع هرجع أخد لفة تاني على الإبرة وفي نفس المكان هدخل وأسحب الخيط واطلع بقى عندي أربع حلقات على الإبرة هاخد لفة وأطلع بيهم مرة واحدة والغرزة نص عمودة تاني بدخل فيها وبسحب لفة من الخيط وبعمل غرزة حشو كده قفلت عليها يبقى دي كده تاني غرزة بري أو غرزة توت أنا عملتها حاجي هكرر تاني هدخل تحت أول نص عمود أهو هسحب الخيطي وحطلع واخد لفة تاني على الإبرة وارجع في نفس المكان هاخد لفة وأطلع بقى عندي أربع حلقات هاخد لفة على الإبرة وأطلع بيهم مرة واحدة الغرزة التانية هدخل واسحب الخيط وأعمل غرزة حشو وهكذا هستمر في عمل الشغل بتاعي أو الغرزة بتاعتي أهو ما ننساش ناخد اللفة وبطلع واسحب خيط وأطلع بالأربعة مرة واحدة الغرزة اللي وراها بروح قفل عليها بغرزة حشو بالطريقة دي هي غرزة سهلة إن شاء الله وما فيهاش أي تعقيدات أربع حلقات أهم هسحب وهطلع بيهم مرة واحدة واللي وراها هعمل غرزة حشو بالطريقة دي يبقى أنا خلصت أو عملت السطر التاني من الغرزة بتاعتي سانية بدخل بسحب لفة أرجع تاني أكرر واسحب لفة وأطلع بأربع حلقات برة واحدة واللي وراها هعمل كرزة حشو أنا كده وصلت لآخر السطر آخر حاجة معي أهو وقادي غرزة حشو وحاجي الغرزة الأخيرة هدخل فيها وحعمل غرزة حشو يبقى أنا هنا بدأت السطر باتنين غرزة حشو ونهيته باتنين غرزة حشو نقلب الشغل بالطريقة دي وقادي شكل الغرزة بتاعتي من الوش أهو مش هتبان لسه نطلع بالسطر أكرر بقى السطر الأول تاني أنا كده قفلت هرتفع بسلسلة وأرجع تاني حاخد لفة على الإبرة أكرر السطر الأول في أول غرزة بقى من نص عمود حرجع أخد لفة على الإبرة وحتجاهل الغرزة اللي وراها وحاجي في التانية أهي وحروح عاملة اتنين نص عمود وفي نفس المكان اهو اتنين في نفس المكان هاخد لفة على الإبرة حتجاهل الغرزة وأدخل في التانية وحعمل اتنين غرزة نص عمود حتجاهل الغرزة أهي وأدخل في التانية وحعمل غرزة نص عمود اتنين في نفس المكان هتجاه الغرزة. وهعمل اتنين نص عمود في نفس المكان. يبقى انا بعمل السطرين بتوعي. سطر اتنين نص عمود. والسطر التاني بيبقى اربع حلقات على الابرة. وبرجع اطلع بيهم مرة واحدة. باخد لفها على الابرة. بكرر تاني بتجاه الغرزة. وبدخل في التانية وبعمل غرزة نص عمود. وارجع تاني في نفس المكان. بعمل غرزة نص عمود تانية. بيبقى انا كده بكرر السطر الاول من الغرزة. وشكل الغرزة مش هيبان دلوقتي الى لما نطلع بيها آآ شوية. انا كده في اخي الغرزة اهو. بدخل وبرده بعمل اتنين غرزة نص عمود. وحاجي ارتفع غرزة. وحلف الشغل كده. واخد لفة على الابرة. لا. ده انا كده بقى سطر الغرزة. باخد. في اول غرزة بدخل وبعمل غرزة حشوة. وفي التانية برضو بعمل غرزة حشو. وهاخد لفة على الابرة. برجع ادي هنا عندي اول اتنين غرزة نص عمود. باخدخل في الاولى. باسحب ختي وباطلع. ادي التانية. ادي حلقتين. واخد لفة على الابرة. وفي نفس المكان. ادخل واسحب الخيط واطلع. ادي اربع حلقات على الابرة. باخد لفة وباطلع بالاربعة مرة واحدة. وارجع في الغرزة اللي وراها بدخل. وبعمل غرزة حشو. تمام؟ ادي الاتنين نص عمود التانيين. في اول واحد بدخل باسحب الخيط وباطلع. واخد لفة تانية على الابرة. وادخل في نفس المكان اسحب الخيط واطلع. اتبقى عندي اربع حلقات على الابرة. باخد لفة على الخيط وباطلع بيهم مرة واحدة. ونص عمود التاني. بدخل فيه. وبعمل غرزة حشو. ده شكل الغرزة اهو بالطريقة دي. اطلع بيها شوية. وارجع تاني بازن الله. وده شكل الغرزة بتاعتي بعد ما طلعت بيها اه شوية. ده الوش بتاعها. وده الظهر. انا كده في اه يعتبر هقفلها. اه السطر الاول عملته. اتنين نص عمود. في غرزة وبفوت الغرزة اللي وراها. اه انا هنا في اخر السطر. هاجي. هرتفع. وانلف الشغل كده. وحدخل في اول غرزة. واعمل غرزة حشو. وفي التانية هعمل غرزة حشو. وحرجع اشتغل الغرزة بتاعتي. بدخل وباسحب الخيط بالطريقة دي. بقى عندي حلقتين. ارجع تاني. ادخل في نفس المكان. واسحب الخيط. بقى عندي اربع حلقات. واروح لاف واخد لفة. وطلع بالاربع حلقات مرة واحدة. ده. الشغل ده انا بعمله في اول نص عمود. تاني نص عمود بدخل فيه وبعمل غرزة حشوة. وكده انا بقفل على الغرزة بتاعتي. في شوية هنا ملحوظات. اه وش الغرزة بيبان. اما باجي بشتغل على الظهر. انا كده يعتبر بشتغل على الظهر. اهو. اما باجي بقلب شكل الغرزة بيبان. يعني شكل الغرزة بيبان في ال في ال من وانا بشتغل على الخلف. اه بكده بلاقي شكل الغرزة. دي ملحوظة. الملحوظة التانية اه بلاقي الغرز كلها صف واحد. ما بعملش بقى اجيء. الاقيها معرجة واحدة واحدة. لأ. كل الشكل الغرزة كله صف واحد تحت بعضهم. اه في السطر بتاع الغرزة نفسها بشتغل اتنين حشوة في الاول واثنين حشوة في الاخر. دي شوية ملحوظات انا حبيت اقولها برضو للي هم لسه مبتدئين. اه في الشغل. باجي في اول نص عمود. بسحب كده واخد لفة. وارجع تاني ادخل في نفس المكان. واخد لفة واطلع بالاربع حلقات مرة واحدة. اه زي ما قلتلكم ده شكل الغرزة بيبان لما باجي اشتغلها على الضهر. النص عمود التاني بدخل وباروح افل عليه بغرزة حشو. وحرجع تاني اكرر لما حوصل اه للاخر اهو. والنص عمود التاني بعمل الغرزة حشو. انا كده اعتبر بشتغل في ظهر الشغل. اما باجي بقلب شكل الغرزة بيبان معي. بدخل واسحب وبطلع مرة واحدة بالاربع حلقات. تمام كده? اهو. بدخل في اول نص عمود. واخد لفة واطلع. اربع حلقات بيتكونوا على الابر عندي. باروح طلع بيهم مرة واحدة. واروح مكررة في النص عمود الاتنين اللي وراه. وبقى انهي الشغل بتاعي. انا كده وصلت للاخر الشغل خلاص. اهو. ادي اخر غرزة حشوة. وفي الغرزة الاخيرة زي ما قلتلكم انا ببدأ باتنين حشوة وبنتهي باتنين حشو. وشكل الغرزة بيبقى اسطر كلها فوق بعضها. لو في اي حاجة مش مش طبيعية يبقى انت عملتي حاجة غلط. زي ما احنا شايفين. ده شكل الغرزة بتاعتي اهو. تمام? انا هنا عايزة انهي بقى خلاص. كفاية عشان الخيط كده خلاص معي. هرتفع غرزة وحاجة هلف الشغل. وحروح واخد غرز حشوة. في كل غرزة تقابلني. هعمل غرزة حشوة. في كل غرزة تقابلني. هعمل غرزة حشوة بالطريقة دي. لغاية لما انهي السطر بتاعي. بالطريقة دي كده اهو. الخيط كده مش هيكفي معي. هتطر ايه? اوصله. بحاجة معي عندي اي خيط تاني اه متقارب له. انا كده كده العينة دي حستخدمها آآ برضو مساكة آآ في المطبخ. تمام? وبعد ما خلص غرزة الحشو خلاص هي كده يعتبر انتهت اهي. زي دي كده اهو. نهيت السطر اهو زي ما احنا شايفين بغرزة حشو. وعملت لها العلاقة دي. ممكن تعمل لها وممكن تسيبيها كده اهو. وده شكل الغرزة بتاعتي او ده الفيديو بتاع النهاردة اللي انا عملته. ارجو ان يكون الفيديو آآ عجبكم. والغرزة تكون سهلة آآ للمبتدئين ان شاء الله. وآآ بازن الله آآ نتقابل على خير في فيديوهات اخرى من فيديوهات قناة جنة الكروشيه. والقاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة